طب انا هسأل رقوف عبدالعديش شوية اسئلة اشوف هتعرف روجينا بنسبة كم في المية ايه اكتر مشهد كان صعب على روجينا وعادته كزا مرة في مسلسل انحراف اه لا بس هي ما فيش حاجات عادتها كزا مرة يعني خالص طب اصعب مشهد من وجهة نظرك انت لروجينا في انحراف اه اه قتل محمد لطف ده كان؟ اه اه هي قالت لك؟ لا ما قالت لكش ده احساسك احساسه صح؟ اه ده مظبوط كان اصعب مشهد لانها بتنتقم لنفسها يعني هي كل المشاهد هي بتنتقم للاخرين وده كان تاني قتل ننفزه والاستاذ بسم الله ما شاء الله اخدني قتلين في بعض ورا يومين يومين بسرعة قوي واحنا لسه دخلين كان تالت يوم تصوير تالت يوم تصوير فانا هم لقوله طب استنى شوية طب اصل لا يا استاذ طب لا وانا مرعوبة بس خايف اقول له ان انا مرعوبة اه وعايز اقول لك على حاجة الظروف المشهد ده كانت صعبة جدا استاذ باين المشهد دي احنا بنصور في مكان مهجور مهجور جدا طب هو يقول لك ايه يعني ورا الكاميرا كانت زحمة وفي ناس زحمة احنا كنا بنوقف في الطريق كان بنوقف في الطريق لا 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 بتحذر اصلية اصلي انت كمان انت هتعرف في انشاش انت من المعادي هو في المعادي في المعادي انا عارفة الحتة دي انا شبهت عليها والله حتة عارفة جدا ايوة ايوة فكان ورانا بس احييك على اختيار المنطقة اللوكيشن اللوكيشن احنا كمان كمان اقول كمان اقول كمان دي متخيلة وانا بقت المحمد لطفي والناس جماهير بتتفرج لأ هو باين على الشاشة انه حتة مهجور ومفيش اي حاجة صح وزي ما انت شفت المشهد يعني متصور بزوايا كتير فكل شوية بعيد وبطلب منها وبطلب منها وهي ابدأ ايه بقى طبعا احساس كمان احساسها عالي قوي وكمان محترفة قوي فاطلب بقى من زوايا تانية بقى حجام تانية واجي اقول لها لا انا مش عايز اخد كلها انا عايز بس الجزء ده فان هي ترجع تجيب لي جزء من المشهد كان طويل فاجي جزء من المشهد بس اطلبه بتكوينات معينة بزوايا معينة فاطلب منها تعمل نفس الرقورات يعني ونفس الاحساس ونفس الاحساس لمعة العين واكيد حضرتك لما تفرقت وشفته ما تحسيش ان فيه ان ده تصور على مدار ستة ساعات ايه اه مشهد القتل اه ده كان ستة ساعات اه اسئلة تانية خضتيني هالروجينا لها تقوس معينة لما تيجي تحضر لمشهد جوه اللوكيشن قبل التصوير اه لها تقوس معينة تقوس دينية تقوس دينية اه جميلة